بعيداً عن السياسة والتمارين العسكرية في الكويت انتشرت طبعاً في الأونة الأخيرة هواية تربية الحمام الزاجل واللي طبعاً أيضاً كان هناك لها بطولات وفعاليات وتنظيم لهذه المسابقات وتعدد المشاركات كانت محلية وأيضاً دولية وعالمية وتحقيق إنجازات كبيرة في هذه الهواية لتجمع روح التنافس بين الهواة نتابع على التقرير ومن ثم لنعود إن شاء الله هواية الحمام الزاجل في الكويت واهتمام بهذه الرياضة لما تتميز به من مزايا عديدة منها روح التحدي وتحقيق إنجازات غير مسبوقة وتوجيه القلب والعقل التذكر في بديع صنع الله يبرمجون الحجل هذا على الساعة الساعة تأخذها الطير يروح عند السيارة للنادي وإذا وصل الطير أول ما يطب على المهبط ما للساعة تصيده الحجل هذا فيه مرقم فيه رغم الحجل وكل شي فهو مبين لك كل شي وهذا هو على قلتهم سباقاتنا والحمد لله يعني على قلتهم ونعسى بيننا وبين بعض لا في يعني حتى الزاجل يحببك فيه شي واحد يحبك على قلتهم ولا ألك شون يعني شون يوصلك تهدم السعودية من حدود غطر ويوصلك للبيت الاهتمام بهواية الحمام الزاجل وتشجيع كافة الهوى والمربين هو ما يسعى له هوات الحمام الزاجل لتطويرها والمساهمة في انتشارها طبعا من نسبة حق حمام الزاجل احنا عندنا حمام نطير على البيت فيه عندنا نقاط اللي هي تودي الفرخ وهو صغير حق النقاط وتشارك فيه والله الحمد العام حصلت على أفضل طير في نقطة الكويت وهو السنة هم حصلت على أفضل ثاني طير في نقطة الشهيد وطبعا سباق حمام الزاجل اذا بتودي انت بر البيت لازم يكون فرخ صغير تودي بعمر يمكن خنقول أول ما يعني يفطمون أهالا تودي وهناك عادهم يبدون تدريجيا يدربونه ويرجع لها والسباقات تكون من نفس المكان اللي هن سميها النقطة أما سباقات البيت لا انت عاد تبدأ تجهزة منه صغير التلاقيقة تخليه يحفظ البيت المكان عادل بعدين تبدأ الدربة ججيا انجازات عديدة حققها هوات الحمام الزاجل ورفعوا راية الكويت في المحافل الخليجية والعربية والعالمية لسباقات الحمام الزاجل واللحويدر تلفزون دولة الكويت شاهدين الكرام بما أننا عدنا لكم من جديد بعد هذا التقرير الخاص بمربية الحمام سيكونوا معنا في هذا الاستوديو اثنين من مربية الحمام الأستاذ طلال الهبيدة حياك الله ويانا الأستاذ حذر حداد حياك الله ويانا ونقول لكم طبعا بداية مبروكين على هذه الانجازات والجوائز اللي سمعناها لكن أبدو هي طلال الهبيدة هواية تربية الحمام وعيد ناس تقول هذه هواية لكن في الأول الأخيرة نشوفها تحولت إلى مهنة تقريبا شرائك بها الكلام والله بالبداية نفس الشيء الثرد الشيء هو شيء شديد بعدين تولعت فيها وحبيتها حين لأن شنو الحمام اللي توديها ستمائة كيلو وترجع لنفس المكان شنو اللي فيها يعني أنا لو وديها أي شخص أو ودي أي مكان يعني مسافة ستمائة كيلو مسكر عيونه ما يرجع حق بيته أو يضيع شوي هذه خلال ساعات توصل حق المكان اللي انت ربيتها فيه يعني زي ما أدري يعني حيدر لكما أنا كلام أخي طلال أنه ستمائة كيلو خلال ساعات أنا من خلال التقرير سمعت قبل شوي أنه تأخذون فرق صغير عقب مع التفطم أممال وتطلعون فيه ويتم تدريبة الفترة هذه شون بتصير وشون راح يروح ويرد ويدل فيه سلام كالله هي إذانت بتودي نقاط خارجية أو محلية تودي أول ما تفطمة من الكلمة التفطمة أنه يعتمد الفرق خلاص على نفسه وياك الفروحة ناخد نوديه حق النقاط هذه النقاط هذه تبدأ تهتم فيه وتربيه وتدربه شوي شوي تخليه تعود على المكان الحولة بعدها يبدون فيه تدريب تدريجي اللي هو 10 كيلو 50 60 لبداية أول سباق مثلا 200 كيلو لكن يرجع له نفس النقطة يرجع حق مكان الشخص اللي احنا نسمي النقطة أما في البيت لا البيت يفرق البيت أنت المربي تحطه عندك في البيت تعال ما وشيح فضل المكان اللي عنده بعدها تخلي فترة يعني ما يغارب الشهر يطير على البيت بعدها تبدأ تنقله تدريجي حلو 5 كيلو 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو لين توصل حق المرحلة النهائية خلنقوله احنا في حكم الكويت عندنا 100 كيلو جميل بعدها خلاص تبدأ يبدأ موسول السباقات عندنا حنا موسول السباقات يبدأ عندنا أول سباق 150 كيلو لغاية 600 كيلو ما شاء الله نودي أول سباق وما يريح الطير الحمامة ما يريح يعني أسبوعيا نحنا سباقاتنا حلو أسبوعيا سباقاتنا طبعا الزاجل لازم تتعامله كلاعب رياضي عندك كرة غدل ما يصير تجهده زايد وما يصير تراحه زايد لازم تحافظ على لياقته وصحته البدنية خوش أخي طلال يمكننا نعرفه من عمرنا يعني الطيرجية وناس ومحاكر طقب مسمارين وهذا وشبك سلام عليكم وراح الزاجل نفس الطريقة ولا لا مسكن غير طريقة أكل غير أكيد لازم انتبه شي تهيئة للمكان الزيت اللي يرتاح فيه والأكل يختلف لازم فيه بروتينات تصير فيه عشان تعوض الطاقة اللي انت قاعدت تدربة فيه هذا اللعب حديد الله يسلمك نفس اللاعب الكورة انت شون عندك بطولة شون تجهز اللاعب هذا للبطولة الزاجل نفس الشيء م شاء الله يعني تبعده عن الأمراض تبعده عن كل شيء ولازم من الدارية يعني توخر عنه تسلمه على قولتهم المسابقة سليم من ناحية لياقة وصحة إذا ما صار صحة ولا لياقة ما رح يجي الثالث اللي هو الفوس والخانات مات الحمام هذه هي ولا تغير من الزاجل إلى الحمام العالي الخانات عادية نفس الخانات انت هذه الاستوكات الخانات عادية نفس الشيء اللي هو أهم شيء تخلي الأهل سليمين عساس يطلع لك الفرق سليم جميل فقط زاجل ما دخلت على نوع الحمام الزينة أنا بحكم من عمر ده شيء بالزينة وده شيء باللوت وده شيء بالزاجل ده شيء بكذا هواية خوش هواية الزاجل لها طعم ثاني صار لك شكتر في هذا المجال صار لتغريبا ما يغارب الأربع سنوات ما شاء الله انجازاتك خلال أربع سنوات خط الأول على العالم ما شاء الله في نقطة البرتغال أخط الأول في نقطة الكويت التفوق على مستوى الخليج وخط الثاني هذه السنة في نقطة الشهيد على هم مستوى الخليج وخط الأول بالتفوق على لجتي طبعا الند المشاكس لي البطل اللي أشوفه دائما صعب وحاول أخطف من المراكز هو أخوي طلال له بيده أخوي ياب نفس اللجنة ويوم دشيت أنا هذه الهواية أخوي نجيب قلت وين البطل؟ قالوا لي طلال له بيده ماشاء الله قلت إذا أنت بتصير بطل يا حيدر لازم تحط راسك برأس البطل الكبير والله الحمد يعني أول سنة دشيت لا على قولتهم بنا بالرابع يعني لا خلاني يعني أستضيق فاز ما أنا قادر أصلى السنة الوراها شديت حيلي وعلى قلت مدليت الدرب شوي لا خطان الأول التفوق وهالسنة خضا مني مرثاني أي رشي الله عموما أنتم اثنين إخوان إن شاء الله سيغير عليكم إن شاء الله وهي منافسة شريفة هي الشيء ما صار فيه منافسة ولا شيء يعني تصير موحل موحل طيب أخوي طلال شون وصلتوا إلى يعني المشاركات اللي قادة تصير خارجية بر الديران هذه اجتهادات صارت شخصية من بعض الإخوان يعني مثل وكيل النقطة جنوب أفريغيا عندنا اثنين علي الداهوم وعلي المن وعلي الداهوم هو وكيل نقطة بردغاء يعني هذه اجتهادات شخصية يعني ما فيه على قولتهم لا عندنا نادي اعترف فيه هذا كل اللي قاعد يصير والهواية وتجميع عدد متسابقين أكثر من الهواة بالكويت يمكن أكثر من 250 متسابق فقط تغريبا يعني هذا بالكويت ترى ما فيه نادي معترف فيه نعم هذه اجتهادات شخصية ودعم من بعض الإخوان يعني نعم طبعا أنا مستمتع جدا بالحديث وياكم لكن الوقت غلق علينا فإذا عندك كلمة خيرة أخي طلال والله أنا أحب أشكر طال عمرك كالداعمين حق الهواية مثل الشيخ خالد الصباح مثل الأخ فعد الوطري يعني داعمينه بسيارات يعني قاعد يحطون جواء السيارات حق الهواية وأشكر رئيس اتحاد الكويتي سيد عدنال كليب على جهوده الطيبة الجبارة صراحة الموسم اللي طاف كلها والشكر موصول لكم أنتو كل أبوكم ومخرجنا ما قصرتوا كل أبوكم على الاستواءة الطيبة أخي حيدر أودك تقول شيء قبل أن الختم طبعا نشكر روشي التلفزيون الكويت على تقطيته هذه الهواية اللي الناس ما تعرف عنها شيء ونشكر سيد فهد الوطري والشيخ خالد الصباح على دعمهم حق الهواة ونشكر رئيس نادي الكويتي وعدنال كليب رئيس اتحاد الكويتي ونأمل أن يكون هناك اعتراف في هذه الهواية بحكم أن شباب الكويت رفعت علم الكويت عالمي وما في دعم وما في اعتراف نادي فنتمنى أن يكون هناك اعتراف حق أهل هواة وهي هواية يعني ممتعة وتشغلك طول السنة والشكر موصول لك أخوي نجيب سعر بارك وتشرف فيكم أخوي حيدر الحداد وأخوي طلال الهبيدة حياكم الله ويانا وشكرا لكم على وجودكم ويانا الله يتذكر ومشكر أخوي نجيب